وصلت ميليشيا الحوثي تصعيد خروقتها في جبهات الساحل الغربي وارتكبت خلال 48 ساعة ماضية أكثر من 52 خرقا وفض الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن وحدات الرصد وثقت 31 خرقا حوثيا جديدا في محور حيس جنوب الحديدة فيما وثقت 21 خرقا في محور البرح في قطاع الكدحة ومقبنة ولفتا إلى أن خروقات ميليشيا الحوثي في محور حيس شاملت وصول تعزيزات على متن آليات إلى جنوب مديريتي الجراحي والتحيطة بالإضافة إلى إطلاق نار من سلاح المدفعية ومختلف الأسلحة الرشاشة والمعدلات